صباح الخير او مساء الخير يا برج الهوت فهنبدأ ببرج الهوت القراءة العاطفية وان شاء الله خير بإذن الله ان شاء الله نشوف الطاقة العامة لبرج الهوت والشريك كمان ده بحبك او بحبك او برج الهوت يعني مش زار ده عايز بجد يعني عايز بداية جديدة عايز بداية حقيقية بداية بقرار فعلا هو شكله كان بيستهبل مثلا كان بيتلكع معك كان بمثلا تقوله ازايك يرد عليها بعد يمين مثلا مثلا يعني الشخص ده عايز التباعد اللي ما بينكو ده ينتهي بقى بالزبط احنا بلنا تباعد بنكلم بعض في الاحلام على فكرة هو بيحلم بيك ولما اقول بيحلم بيك مش لازم يكون بيحلم بيك اللي هو بيشوفك بقى على الاخصانة بيض وقالها لا 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 ممكن يكون بيحلم بيشوفك مثلا الفلقطة في الحلم كده فعايزيني التباعد ده بقى وفرصة جديدة نبدأ بقى فرصة جديدة بقى ونبطل بقى انا بدق بجد بدق بجد شخص ده تقريبا زي ما قلتلك كان مخاب مشاعره كان قافر على مشاعره وحططها كده جنبه وبيرفضك بيصدق فانت زهقت قلت له خلاص يا عام بقى لما انت خلاص شكرا يلا عم نروح بقى خلاص اهو انا حكمت بالعادل لانا جايلك ولا انت تروح لي وسلام عليكم وعليكم السلام وانا اروح له اشوف لي بقى حد تاني ادي له الحب اللي عندي ده بقى ما خلاص بقى خلصت ساح من النوم ملاقش انت مشاعرك زي السامة انت ممكن تكون لما هو يجيلك انت هتبقى فرحان قوي بس انا اقولك انت هتبقى فرحان بس في نفس الوقت هتباين بقى طبعا بقى برج الحوت لما كرة تيجي في ملعبه بيتهنك بقى هتبقى فرحان وسعيد جدا ولكن ممكن تكون مثلا اه يعني مش هتتغر ولكن هتقول معلمه درس معلمه درس هو يعني 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 يسبني ويمشي و اه شفت شفت اه انت تعبان قوي يا بيجي الحوت تعبك قوي 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 تعبك قوي انت كمان انت تشافيت انت تتشافى انت انت انتظرت رجوعه كتير قوي الشخص ده قلمك بطريقة ما تتصورش الشخص ده ممكن ما تكونش خيانة بس ممكن تكون مثلا رائبته مثلا فلاقيته بيعرف ناس تانية وانت بتتكلم معاه طب يا عم انت بتكلمني وبتكلم ناس تانية طب يا سيدي ما تفهمني حقيقة مشاعرك دي ايه لا ما بيردش وانت عندك حاليش شديد قوي ليه مع انك واخد العشر صيوف بس برب الحب اناعمل في ايه القلب الطيب ده اناعمل في ايه طيب وخلي بالك هو شعر ان انت انت الحب الحقيق انت الحب الحقيق ما تخافش انا عارفة ان برج الحب يلدن جدا على الحجاب اللي اديها لشخص مثلا اديتي اهتمام اديتي ايه حاجة ما تخافش الكرة في ملعبك انت انتظرته كتير قوي قوي انتظرته يتعدل مرة واثنين وثلاثة اديته تنبيهات مرة واثنين وثلاثة لغاية ما قلت بس كفاية عشر صيوف كتير قوي يعني زي ما يكون حصل شيء خلاك تنهي المضوع تقوله مع السلامة بقى كفاية فاية بقى انا خدت عشر صوفه الدهر يا اخي وانتظرتك بين فيك كفاية بس بينه بينك انت وحشني يعني حرام بقى فانا متفقلة بالكارتين دول لان هو عايز يجي اوكي بس هو محتر شوائد بس نييته حلوة هو نييته حلوة ده جدة بقى انا هقولك بحبك بجد والله مش هقولك الكلمة اللي اقولها بقى خراك كاف تبقى بفتيك لا 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 هي بحبك طب هو شايفك ازاي شايفك البيش اوف بانتكالز هو شايفك عرض بس عرض هو مش حوار كبير ولا صغير بس هو شايفك فرصة تمام؟ فرصة انت فرصة 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 حلوة بقول النواحي بقى انت فرصة حلوة فرصة شكلا وشايفك ان انت شخص يعني ينجذب جدا وان انت كنت مقدم له عرض حلوة قوي يعني واشيفك فرصة وشايفك العرض كمان انت كنت مقدموله العرض صادق مش اللي هو اي كلام بس عرضك كان صغير يعني اللي هو كنت داخل اا بس مش قوي كنتش داخل معه قوي ولكن انت برضو شخص جزير اوي وشافك فرصة 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 حلوة فرصة مش اي كلام يعني في المقابل انت شايفه الكنج اف سيروس تقى الهوائية غلبة اوي هو المائية برضو الكنج اف سيروس شخص زي ما قلتلك جامد في المشاعر اوي بيخب مشاعره ودايما دايما كلامه تقيل يعني وتحس ان هو انا اسفك كلمه غبي يلا غبي غبي في التصرفات ومش بيوزن التصرفات ممكن يرافع سيفه على اي حاجة اي حاجة رافع سيفه يعني ايه يا عم طب ما تاخد بيقول لها ما باخدش ود طب لي انا عملتلك ايه لا ما باخدش ود انت شايف ان هو جامد المشاعر بس هو مش جامد المشاعر يا برجل حوت الظاهر والله واعلم ان الشخص ده كان عنده ازمة كمان ان شخص ده كان عنده ازمة وبيحله ده كان سبب التباعد ان هو كان عنده ازمة والازمة دي كانت نخليها كده ممكن تكون ازمة مالية او ممكن تكون كنتوا في علاقة سلاسية وهيتخلص من الطرف الثالث ويجيلك كله كان عامل الوش ده لانه ما كانش عارف يعمل ايه يعني اروح لده ولا اروح لده وكان محتار هو شخص محتار مش عارف يعمل ايه طيب انت يا عم انت اللي عايز تقدم لي كاس الحب انت بقى هتعمل ايه ايه مش الفرصة ايه اللي بيفكر يعمله هو ندمان جدا قوي ندمان لدرجة انت متتخيلهاش وانا عارف انكي ناس تقول لي لا 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 ده عمره مبقى ندمان مش بيبين بص انت شايفه ازاي دي اللي انت شايفه ده حقيقي هو ده اللي بيزهره للناس انا جامد انا قوي انا ايه ولا تقصر معي ولا ايه حاجة الخطوة اللي هياخدها انه ندمان قوي ممكن يكون حيرجع بس هيرجع وهو مخزول ومكسوف منك لان انت مقابله باللافرز انت بتحبه يا برج الحوت اول بس انا مش عارف اقولها لك ازاي بقى يلا فهو لما يرجع الخطوة انه هو عايز يرجع بس ما هيبقى مكسوف يعني ممكن يتكلم معايت بس اللي هو يتكلم ايه مثلا عامل ايه ازاي مثلا متكلمش كلام مباشر تمام يعني حتى هنا شخص نخبي نخبي مش عارفه فهو ممكن يرجع ولكن هيرجع اللي هو مش مش الرجوع اللي هو ايه مثلا انا يلا نجاوز دلوقتي او يلا نرجع دلوقتي حالا لا هو هيبقى مكسوف قوي وبيترقب انت هتعمل ايه لانه الشخص ده شكله عنده كبناء علي قوي قوي يعني مش ظهر ويحبش حد يجراحه ولا حد لو برج الجوزاء يبقى لانا بقوله ده صح اه بالزبط اهو شوف الكارتة التالت كانت علاقة سلاثية هانت علاقة سلاثية زي اللي انا قلت بزبط فيه قرار هو خده الشخص ده ياما اختار طرف غيرك في الاول خالص وبعد كده تبين لي ان الطرف ده ايه كلام وينها العلاقة دي كان في علاقة كارما شخص ده كان في علاقة كارما شايفك ان انت ممكن بص بقى ركز معي من البيج اوف بانديكلز للكينج انت البرينس شوف انا لفت على كم واحدة ورجعتلك انت في الاخر فهو عايز الاستقرار بس لو رجع هيرجع كده عشان ما تستغربش مش هيقول مشاعر خالص هو الاول هيجس النبط مساء الخير مساء النور عامل ايه او عامل ايه متعرفش نعمل ايه اصل الفوته السؤالي عملها بعيد والفوته الكبيره الامي مش لايه بس هو ده هيقوله انه ما تتوقعش ادخل يقولك انا بحبك انه بص اي كلمه هيجري هيطير لانه يعني مش عارف يوري وشه منك انت شاب الامي هو طعمك عشان طعمات هو عارف هو عامل ايه كويس اوي عارف هو عامل ايه كويس اوي وعارف انه كان مبايع فرصة من ايده بس انت بقى مش هتسكت انت هتقوله انت لسه طاعتين ده متعيط يلا يا عام يلا عام انا بحبك زلافرس ايه هتبايله مشاعرك على طول ممكن ولا هتعمل ايه دعنا نشوف كده بس برب الحوت هو وحشك اوي يا برب الحوت وانت هتفرح بيه اوي بس ممكن يكون يعني اللي انت هتعمله ان انت لما يقولك انا غلط في حقك وتعالى نصلح العلاقة اه انت اش معقول يا برب الحوت كده وبعدين في قلبك الطيب ده بقى نعمل فيك ايه بقى الشخص ده هيرجع وهو مجروح من علاقة سابعة وانت هتقوله انا هشفيك انا هخليك تتشافي شخص ده هيجي يقولك انا تعبان اعبان قوي انا غلط انا عرف انا غلط هتقوله ولا يهمك ممكن يتعبوا بص ممكن في الاول تعمله الوش ده ممكن يعمله ان انت مش واخد بالك منه مثلا اقول له اهلا وسهلا تفضل تفضل اهلا بيك يا اخوي اهلا تفضل اه ها ها خدت ايه ها خدت ايه من انت روحت لها كده مثلا ولكن انت في غرضك جوا نفسك انك عايسش فيه في غرضك جوا نفسك ترجع العلاقة دي تاني انت بتحبه ده توقع مروحك ما تجدبش ع نفسك بقى ما تجدبش ع نفسك اكتر من كده اهو انت جواك دي خطوتك خطوتك ان انت ترجع له تاني لان انت شايفه الاستقرار هو شايفك ال king of bandkins وانت شايفه العشر كدهات احنا متفقين انت متفقين ده رجوع لا محال دي خطوت اللي هو ايزا اخدها لو هو خد الخطوة دي انت تاخد الخطوة دي ماخدش الخطوة دي انا مش اخده الخطوة دي بس بكل بساطة طيب بص بقى هو الان من ايه اللي قلقه او هو شايف ان العلاقة دي اه لو انا جت مثلا وقدمت عرض اللي ممكن يحصل بص بقى عشان هو عارف اللي عمله وعارف ان هو استفزك واخرج اسوأ ما فيك فهو خايف ان العلاقة دي تنتهي بالرفض عشان كده مش عارف يوري وشه منك خايف يرجع مع انك بتحبه بس هو خد يرجع عمل بلاوي شخص ده عمل بلاوي اي ام كان اللي عمله بص هو عمل بلاوي بلاوي بالنسبالك فخايف يقدم عرض شخص ده عنده كبرياء بشع فخلي بالكم عشان ده او زي ما قلتلك هتصده جامد هيجري هيجري فخايف يروح يقدم لك عرضه ترفضه يزعل بقى هو يزعل دايق بقى انت عندك عروض تانية على فكرة بس انت كنت منتظر عرضه واقص كنت منتظره ومارجعش وخايف زمنت كتير قوي سهو خايف بقى بعد المدة دي كلها يعني هي هتقبل مني ان هي ترجعني يعني بعد اللي احنا عمل ده فيه بتعمل فينا ده كله هيقبل يتكلمني مرة تانية او خايف كده مثل انت شايف عكس كده الجحية غريبة يعني شايف انها هتبقى علاقة فيها تواصل جامد قوي يعني شايف ان هي علاقة حلوة قوي يعني ايه ده في ايه على فكرة ممكن تكون السوري الكراءة عكسية وممكن يكون هو اللي شايفك انت اللي جامد وانت بقى اللي ندمان بس ايها ماعتقدش ان انت اللي ندمان ماعتقدش يا بورب الحوت بورب الحوت ما بيندمش على اي حاجة سابها عموما يعني وضح كبس ده طلعت لك مقلوبة وده كمان مقلوبة يعني الورق انا عدلية ديها مش عدلية تخيل يلا جات مقلوبة وكويس ان هما جوا مقلوبين شوف بقى يعني حظك يا بورج الحوت ازاي خدت بورب مبسطتش فيه وكرتك هنا كمان بص يا بورج الحوت دي من عند ربنا على الاسمش هتكلم تاني شخص ده كان بيتلاعب بيك مش في الاول مش بيتلاعب كان بيتنلص منك تجي تقول له ازاك عامل ايه رد عليك بعد ثلاث ايام الحمد لله كويس كان كل ما تقرب منه يبات قرب اباعد الالقاء دي كانت افق انا لو كنتم مرتبطين فهو هراك 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 خيانة تتكلمه تريد ايه ويتنج مع واحدة مثلا تتكلمه هتلاقيها مثلا عمده لايك لواحد مثلا اي حاجة المرة دي عايز يجيلك بعرض عرض حقيقي عرض مش هجدد عرض كل حب انا حسيت بيمتك انا مش هجد منك تاني انا بحبك من الاخر انا عايز اشيط بقى اللي حصلي شخص ده يا ام هيا حاجة من حال تاني يا ام هو فعن سبته بعض وهو اكتشف امتك يا ام دخل في علاقة تانية كانت علاقة ثلاثية وطرف التالب بالمعنى الاضط كده مش هجد اقول الكلم علاوة بس هو خد الصدمة طيب اللي مفرحني في الليلة دي مع انك انت هو خايف منك ولكن العلاقة دي مستقبلها ان شاء الله باذن الله في الشهر لو انت رجعت البعض كان في شوية الكاف في الاول للحلقات دي كلها فهتبقى علاقة جميلة مش علاقة ثلاثية لا 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 هتبقى عبا في احتفال هتحتفلوا مقلوبة دي ولا ايه لا سري اوف كابس هتحتفلوا ممكن ممكن اه ده ممكن يقولك ايه نعزى اتجوزك يلا يا عم يلا يا عم نتجوز يا عم انا خلصة خلاص الشخص ده عايز يتجوز هالفكرة الشخص ده عايز يتجوز لان الكنج اوف كابس اه ايوه بقى هو ده هو ده هو ده الكلام اللي يفرح الشخص ده عايز ينهي الماضي نقفل صبحك قديمة بقى اقفل بقى يبور بالحوت بقى اقفل وركز معها كده نقفل ده انا توقم روحك يا عم دي العلاقة هي دي انا انا شايفك الكوين اوف بانتجوز لو انت واحدة شايفك الكوين اوف بانتجوز والعلاقة دي كان حزين جدا على انها انتهت اكتشف ان انت السوميت بتاعه وبص بص الورقة بتكلم والله اهو انتو توقم نروح وبتوقع بعض يعني مش يظهر الشخص ده لو كان بيه تلاعب بيك فهو عارف قلطته طيب لو رجع يا برج الحوت في انتصار ده انت حتك فل يا برج الحوت لو رجع تاني انا عارف ان مشاعرك كويسة زي الصعر انا هتفرح بس هال برج الحوت اه مش عارفا يتطلع ايه اه في حد ما بينمش في حد ما بينمش ممكن يكون هو اوكي اه اه في كاس حب هيتقدم طيب حالي كمام طيب برج الحوت تعبوا بهدوق ولا تكمل في هذه العلاقه اعطاك ده يا برج الحوت ان انت مفروض ان انت ما تعدبوش اوي لأ طيب برج الحوت هيبقى متكبر عليه بقى وانت جتلك ملعبي اه انت خايف اه شو قلتلكم انا كنت شك ان في حاجة هتحصل لا 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 ليه كده يا برج الحوت ليه كده ليه الكوين الكوين ليه 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 انت هتتديله الكلام جميد اوي ده انت شايل له شوية كلام لا حصل ولا بحصل وعشان كده خايف منك ومش عايز يورده وشه خالص ده هو بيحسد الف حساب يجي ولا مجيش ده انت شايل منه بطريقة وعايز انتقن وعندك راجز انت بتقول في نفسك انت انت الغريب اوي برج الحوت انت بتحبه وعايز معاه جواز وفي نفس ذات الوقت انت خايف مني بس هتحصل خناء هتحصل خناء وهتديله كلامي يعني جامد مش زل اللي هو بص بقى مرفع لك صيفي وبيعي لك او انا لا خايفة منك ولا اي انتاج انا مش خايفة منك فقط بس هتحصل خناء دي